كابتن أبو العز لو قلت لك التدريب في مصر موهبة ولا كفاءة ولا شطارة ولا فهلوة ولا علاقات 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 بس في بعض المدربين مميزين فعلا فعلا قويسين هم دول اللي فيه استمرارية هل انت حاسس كمدرب خدت حقك في التدريب في مصر لا خالص خالص لو انت عاوز تشتكي كده شكوى هتبعاتها المين وتقول فيها ايه ان التدريب في مصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا نحنا هنش هنقول نقول يتقول له لأن ده بتعكس على المستوى وفيه بقى ظلم إذا وصد الأمر إلى غير أهلي انتظروا الساعة فما تلاقيش فشل انت شوف كم مدرب دلوقتي بيسيبوا الأندية ده خمس مدربين في أسبوع في أسبوع عمرها ما تحصل وللأسف المدربين دول اشتغلوا في أكتر من نادي وأقول لك على حاجة كابتا مصطفى قدي حقيقة فضل الإعلام بيلعب دور خطير في تسكين المدربين والوكلاء تسكين المدربين تسكين المدربين الوكلاء من الباطل من الباطل اه طيب امتى نشوف التسنة في الدور المنتهز تاني يا كابتا نتمنى امتى السنة الجاي السنة دي بس يعني بالرغب أن هي صعبة لكن ما فيش حاجة ببقى مستحيلة متابعة الدور المصري فيه فرق مميزة جدا وبتلعب كرة خويسة ودقت تظهر وتظهر ملامح المدربين انت راضي عن إدارة الكرة في مصر ننتظر لما نشوف النتائجة يا كابتا مصطفى طيب ايه رأيك في التحكيم لا التحكيم فيه شيء من المجملات شيء من المجملات من المجملات انت شفت ازاي موضوع بتاع ليدنبرج ليدنبرج فجئنا ان المؤدي مستقالة ومشي وقرار ومش عارفين ايه لا هو قال وهيعمل مؤتمر ده قال ان انا بحط الجدول بتاع الحكام وفاجئ بحكام تانيين في الملعب غير اللي انا حطيره ده كلامه دي مسؤولية لك ده الحكام تمشي على طول اللي بيحط مين اللي بيبي مفروض ان هو اللي بيوقع على الجد ولا التحاد الكرة مسؤولية التحكيم مش رابطة الاندي مش رابطة لا مش الاندي عشان كده بقى في بعض الحكام هما اللي مستمرين بنشوفهم مقراتين في الأسبوع يمكن يا انت راضي على التحكيم ولا بيش رابطة لا مش كلهم في عناصر عندنا عناصر جيدة جدا جدا واختر من الممتازة البار ظالم ولا مظلوم لا البار هايل هايل هو قمة العدالة هو قمة العدالة